السلام عليكم النهار ده حلقة جديدة مع برنامجنا صحتك مع دكتورة رانيا السيد يارب نفتكو على قد ما نقدر وتكون الموضوعات اللي بنختارها بتعجبكم وبناء على طلب طلب الجماهير وطلب الناس النهار ده اخترت الحلقة تزيل لان الطلبة مني كتير قيم هي موجودة على الصفحة بتعطي كذا حلقة نفس النوع المرض بس الناس عمالة تطلب مني تانية دكتورة تانية عشان الناس ما عندهاش الثقافة والوعي ده وفيه بيوت بتتخرب فاخترنا ان احنا بناء على طلب الناس يعني اخترت الموضوع ده بناء على طلبكم وانتو النهار ده هنتكلم عن موضوع مهم وهو التشنج المهبلي وعلاقته بصعوبة اتمام العلاقة الزوجية طبعا المصطلح ده فيه ناس كتير مش عرفاء وحتى للأسف يعني الناس دي حتى بعد الناس لما بيروخ لانه هو مصطلح خاص اكتر بالعضلات فحتى يعني اللي عندها تشنج مهبلي وفيه صعوبة للعلاقة الزوجية حتى لما بتروح لدكتور ناسا يعني بالتعود بيشوف الجهاز التناسي بيلاقيها سريمة فحتى معظم الدكاترة مش بيوجهوها للمكان اللي تتعالج فيه فبيفضلوا يعني في المشكلة دي فترات طويلة انا شفت ناس وصلوا لحد تاسع سمين في المشكل وفيه ناس لقدر الله انفصلت بسبب المشكلة دي هنتكلم يعني ايه الاول تشنج مهبلي التشنج بالمهبلي ده ونركز في الكلام لان كل حاجة مترتبعة اللي بعدها التشنج بالمهبلي ده عبارة عن تشنج في عضلات الحوض وعضلات المهبل يبقى احنا قلنا عضلات الحوض مجدودة وعضلات المهبل مجدودة يعني الطريق الخارجي مقفول والطريق الداخلي مقفول فاستحالة يحصل عملية الاج في العلاقة الحميمية استحالة تعريفه ايه اسبابه اسبابه معين التشنج المهبلية اما حاجة اسمها برايماري يعني موجود من الاساس زي هي عضلة عضلات الحوض او عضلة المهبل البيبوكوكسجاس مصل دي عضلة زي اي عضلة في الجسم صحيحة عندك تقلص في عضلات ظهرك دي مش بنكتشافها لان العضلة دي ملهاش اي استخدام غير ساعة الجواز فما بتحسش بالمشكلة غير لما البنت يعني بتيجي تتجاوز تبدأ تحس بالمشكلة دي البرايماري اللي هو بدون سبب زي اي عضلة في الجسم فيها تشنج او تقلص عضلي النوع الثاني السبب الثاني اسمه secondary يعني نتيجة لسبب ما ممكن الخوف سمعت حاجة خوفتها ممكن هي خايفة الخوف من غشاء البقارة وهتوجه الخوف من الالم الخوف 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 بتعمل لها خوفة تعمل انكباض ارادي بعد كده يتحول لانكباض لا ارادي وانفاهم الناس يعني ايه انكباض ارادي تحول لانكباض لا ارادي زي واحد عمل عملية في كوعه تمام؟ عشان تبقى الدنيا سهلة هو يعني من الخوف من الوجع تاني كوعه يبني يفرد كوعك علشان كده كوعك هيبقى فيه انكباض يقولك لا انا خايف من الوجع او انا خايف من الوجع فتيجي بعد العملية فعلا تلاقي كوعه تيربس وحصل فيه تشنج الاول هو كان بيعملوا ارادي تحول لتشنج لا ارادي ساعته الناس بيبقى مروا بجراحات او حاجات في المكان ده فساعت بيبقى دا يعمل لهم خوف او بيعمل وجع زيادة ايه تأثيره على العلاقة الحميمية؟ انه هيجي الزوج يعمل عملية الالاج هيحس انه فيه سد حائط مفيش قناة دكتورة للمهبة الادخل فيها اصلا زي ما انتو بتحكوا الكلام دا مش موجود تمام؟ مفيش قناة للمهبل ادخل فيها الطريق مقفول تماما سد كلام الزوج صح الزوجة يعيني بتتوجع وبتتقلم والجميع حواليها سياق من الاهل من الزوج من الدكتورة اللي بتروح لهم اللي هم معدومش خلفية عن التشنج المهبلي او ان فيه حاجة اسمها تشنج مهبلي انسي بتتدلعي انسي منع نفسك انسي مش عارفة ايه وهي يعيني البنت فعلا الطريق مقفول العدلة عاملة تشنج قفل الطريق مفيش دخول فكلام الزوج انا لاقيه سد ومش لاقيه قناة صح وكلام الزوجة المسكينة برضو اللي بتقوله صح يا جماعة انا ما بتدلعش يا جماعة انا بتوجع كلامها هي كمان صح هم الاتنين كلامهم مزبوط والمعاناة اللي بيعانوها صحيحة ايه هي الاعراض اللي بتحسها الزوجة والاعراض اللي بيحسها الزوج الزوجة بتبدأ تحس برعشة او واجع شديد في عضلات الحوض بتاعتها من فوق اللي طبعا بتخاف مع تكرار العلاقة بتخاف فبتبدأ تعمل انكباط زي ما قلنا اراضي يتحول انكباط لا اراضي فتحس بواجع اكتر كل ما الزوج يجي يعمل محاولة الزوج هيحس بايه الزوج هيحس انو فيه سد وبعض الاوقات نتيجة للتوتر ممكن يحصل ضعف الانتصاب احنا في حلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اسباب ضعف الجنسي واسباب ضعف الانتصاب وقلنا منها التوتر والقلق فالزوج اللي بتبقى زوجته عندها تشنج مهبالي هو كمان بيعاني من توتر وقلق فده ممكن يخليه يفقد انتصابه اسناء العلاقة ايه هي الاخطاء الشائعة انتو شدين السلك الاوي ايه هي الاخطاء الشائعة في تشخيص وعلاج المرض ده الاخطاء الشائعة طبعا نتكلم مع التشخيص انه زي ما قلنا انه التشنج المهبري عبارة عن تشنج في العضلات ما هيش مشكلة خالص في جهاز التنسولي في بعض اطباء الناس بيبقى عندهم خلفية لانه زي مش مش تقسيرا من نعم بس مش عندهم خلفية لان هما دراستهم للجهاز التنسولي احنا دراستنا للعضلات ففي ناس عندهم خلفية انه هو الناس الابديدت شوية يقولك اه ده تشنق مهبالي نروح نعمل اه علاج للعضلات دي وفي ناس بيبقى عندهم اه 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 وفي ناس يقولك لا انت دي بتتدلع اه لا اه يخله الزوج ياخد اجراء عنيف او ياخد موقف منها وهي بصراحة مش بتتدلع ولا حاجة خلاص فيلفوا بقى اللفة دي فين وفين يعني انا بشوف ان الصعود بتتشخيص ان احنا نروح لفين المكان اللي بيعالجه الحمد لله احنا المكان اه يعني الوحيد المتخصص تقريبا في مصر فعليك المشكلة دي او في العالم العربي وفي العالم كمان الاسيوي لان احنا جاءت لنا حالات من شرق الاسي كتير تمام اه ايه هو اه 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 الصعوبة كمان اه الاخطاء اللي احنا بنعنيها كمان مش بس كده حتى علاج المرض فيه اخطاء وفي علاج المرض ليه اخطاء لان هما مش فاهمينه اول حاجة اه يعني انا جي يعني اول حاجة انا جي من الكابلز على فكرة جيت عالجوا مني اطباء اطباء ومنهم كان اطباء ناس على فكرة ومنهم اطباء لك طبيعي يعني بس مش متخصصين في الجزئية دي اه اه فجات لي يعني حتى جمانة ده من الناس تعيجت عندي قبل كترة في كل التخصصات الاخطاء الشقيعة نقول نحقن بوتوكس يا جماعة البوتوكس غلط في علاج التشنج المهبلي اولا لان علاج مؤقت ثانيا من 6 ل 8 شهور ممنوع يحصل حمل علشان ده مادة سمع فممكن يحصل تشوهات للجنيل ثلاثا بقى مشكلة التشنج المهبلي وده الاهم ومش هتتحل لان انت حقن عضلات المهبة ومتقدرش تحقن عضلات الخوط بتاعتها لان لو حقنك عضلات الخوط هتتشلي فبيصبك عضلات الخوط فغالبا بعد ما بيعملوا الحقن ما بيجيبوش نتيجة وما بيحصلش ما بيحصلش اه علاقة برضو يعني بيفضل التشنج المهبلي موجود وبعد ما حقنه عيني بوتوكس وتكلفه القلما اصلي لا فيه تشنج جمد فمحتاجين جلسات ما كان من الاول الحاجة الرابعة العضلة لما بيحصلش فيها بتاني شرل مؤقت شرل في وقت من الاوقات مع تقدم العمر والحملة والولادة ممكن حاجة يحصل حاجة اسمها stress incontinence كحي تعتص ينزل نقط بول طيب ايه تاني يقولك اعمل موسعات يا جماعة احنا عايزين نعمل ارتخاء للعضلة العضلة فيها تقلص لازم اعملها ارتخاء الموسع حاجة مش بتاع مش جهاز بيعمل ارتخاء مش حاجة بترخي العضلات ده كل البيامات والموسعات ان هي ممكن بس اذا ادرت الزوجة تكسر حاجز الخوف من دخول حاجة داخل المهبل ايه هي اهم النصايح اه معلش فيه حاجة تانية في الاخطاء الشائعة اه هايز اقولها للناس حد يقولك نعملك عملية توسيع ان المهبل قومات المهبل دي دقيقة دي ميزة بتزود الانتصاب والمتعة عند الزوج وعند الزوجة في المستقبل وخصوصا انما يتقدموا في السن العملية دي هتفقدك الميزة دي وبرده المشكلة هتفضل موجودة مش هتتعالج لان المشكلة زي ما قلنا في تشنج العضلات وليس في الكنتور واسعة ولا دايع كمان بيعملوا عملية وبرده ويجوا يعملوا الجلسات ايه اهم النصايح اللي احنا بنيديها للزوجة وللزوج النصايح المهمة اللي بنيديها للزوج اولا بحب دايما ادي نصيحة الزوج اولا مراتك ما بتتدلعش مش منطنع مراتك عندها مشكلة حقيقية اسمها مكتوبة في الكتب العالمية مرات اسمه او التشنج المهبلي وما بتتدلعش ومش منطنع خالص فدورك انك تعملها سابورت وتقف جنبها لحد ما تخلص المشكلة والمشكلة ان شاء الله طالما جينا المكانة الساحة بتخلص فوقت صغير ايه ثلاثة يام وبتخلص فمش مستهلة الحياة الصعبة اللي انتو بتعشوها مع بعض خلاص النصيحة طيّة المهمة اللي بنيديها للزوج طالما عارفنا وتأكدنا انه في تشنج مهبلي ممنوع ان احنا نحاول نعمل اي علاقة ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقة علشان ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقة لانه الزوجة كل ما بتعمل علاقة التشنج المهبلي عمال يزيد هي بتعمل انكباد ارادي يتحاول انكباد لا ارادي فلو كان التشنج بدء باربعين بقى خمسين بقى ستين بقى سبعين بقى تسعين بسبب انه قطر المحاولات بتزود التشنج المهبلي فوامس نعرفنا وتأكدنا ان فيه تشنج مهبلي ما يعملش علاقة عشان قطر ده هيأثر وهيأثر على الزوج انت كمين عملتها توتر وهيحصل لك ضعف في الانتصاب اكتر من مرة يبقى اثر على الاتنين تكرار العراقة بيأثر على الزوجة وبيأثر على الزوج هي التشنج عندها بيزيد لانه بتعمل انكباد ارادي بيتحاول لا ارادي وهو نتيجة للتوتر والاحساس بالفشل من عدم اتمام العلاقة الانتصاب بيدعف عنده بعد الاحيان والرغبة الجنسية كمان بتضعف ايه طيب احنا قلنا نصائح ايه العلاق حالية دكتورة رانيا العلاق ده اكيد مدمون وما هي نسب الشفاء منه العلاق ان شاء الله مضمون لان احنا جايبين جهاز من بره عالي تدقى بالاتحاد الاوروبي مخصوص العلاق التشنج المهبلي والارتخاء المهبلي وبيئيس بالارقام احنا عندنا الاجهزة كانت 3 انواع بالصوت وبحاجة زي رسم القلب كده والارقام والفروق بينها المادية عالية جدا جدا ومع ذلك احنا اخترنا اعلى جهاز اللي هو بيئيس بالارقام عشان نوصل لنتائج مضمونة ونتائج عالية فان شاء الله باذن الله نسب الشفاء تكاد تكون 100% بس احنا بنقول 99% لان فيه ناس عندهم النصيحة والان احنا بنقولها للزوجة فيه خلي بالك انه فيه شعر صغيرة ما بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي انا ممكن اتزيكي حقنا بس عارفة فيها الدواء طب يعني ما تيجي تقديك حقنا تانية تبقي خايفة لاني اتجربتي قلم الوجه بس مش معقول عشان الدواء بيوجع شوية او عشان سن الابرع يوجعك ارفض العلاج وارفض حاجة تدخل جوا قناة المهبل وادخل وحاول نفسي من مرض عضوي يبقى عندي مرض عضوي ومرض نفسي ففي الحالة دي ابقى محتاجة اعمل علاج عضوي وعلاج مفسي وده بصراحة انا مش افتوش جرف واحد في المية من الحالات تسعة وتسعين في المية الحمد لله من الحالات شفاء تام وطبعا بنبقى متأكدين لان زي ما قلنا الجهاز بيقيز درجة الانكباب ودرجة الارتخاء وبنبقى متأكدين طيب ايه هي يا بقى يا دكتورة رانيا طرق العلاج الصح اتكلمنا عن كل الاخطاء واللفة الكبيرة اللي بيلفوها الناس طرق العلاج الصح بنعمل هم ثلاث زيارات مش اكتر بنعمل فيهم جلستين في اليوم جلسة في الاول بنعمل ارتخاء العضلات المهبل وبعدين الجلسة التانية سوري ببدأ الاول بعضلات الحوض لازم ارخي عضلات الحوض ماينفعش ندخل المهبل في حالة تشنج مهبلي وده كل الخطأ يعيني حتى اللي بيعانوا منه البنات دي في الكشوفات احنا حتى في الكشفة مبدخلش اي اجهزة يعني الكشف بدون دخول اي اجهزة بتقييم بيبقى للعضلات من برده كده من جل ما ندخل اجهزة لانها يعيني بتبقى مش مستحملة بتبقى متقلمة بجد وما بتمثلش ولا بتتدلع علشان انا بأكد على كده عشان يعيني البنت دي بتقع لضغط والظلم شديد جدا وده كله خارج عن ارادتها وغزب عنها ترى الهلاج الصحيحة زي ما قلنا لازم نرخي الحوض عشان نقدر ندخل المهبل انا نفسي حتى في التقييم وفي الكشف وما دخلش الجهاز دخلوا بعد مرخل عضلات الحوض اول جلسة بيبقى فيها عندنا فيها اكتر من هدف الهدف الاولاني نتمن ان الجهاز البروب اللي هي دي جلسة المهبل ان البروب عدى العضلة اللي فيها التشنج وكده نبقى نجحنا وانه يحصل لها حدث اسمها تتمن انه في حاجة دخلت جواه وما موتش وما حصليش حاجة فده بيبقى نوع يعني تقعنوا علاج نفسي غير مباشر المخ بيوصلوا انتعرفيني المجستر والدكتورات في الحلقات بتاعتي قلتلكوا في المخ والعصاب المخ بيوصلوا رسالة انه في حاجة دخلت جواه وانا قويسة وما موتش وانا زي الفل اهو فده بيساعدها الحاجة التالتة ان انا اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوني انه فيه انكباض وفيه انبساط لانه اكيد انه كان فيه انكباض على طوله ما كانش فيه انبساط لانه ما كانش بيحصل علاقة تمام وفيه ناس بيحصل ممكن دخول مرة او اتنين يعني وبصعوبة شديدة جدا والزوجة بتتألم دي لو واحدة حمولة قوي وبرضو بتحتاج لنفس العلاق بس بتختلف هنا درجة التشنج عندنا تشنج متوسط وعندنا خفيف وعندنا شديد وده بنعرفه بالارقام اللي بتبانع الجهاز الجلسة التانية بنعمل فيها نفس الكلام جلسة على الحود وجلسة على المهبل الجلسة التالتة بنوصل فيها الرقم معين اللي هو بنوصل فيها الاعلى درجات الارتخاء للمهبل وللحود وكل ده بيبقى ظاهر لنا على الجهاز وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة لان الوضع التقليدي ما بينفعش اصلا في التشنج المهبلي لازم فيه وضع معين يحصل منه العلاقة بنعلمه لهم وبنعلمهم ايام التبويض وكيفية حدوث العلاقة في ايام التبويض مش زي الموبايل أبليكيشن اللي بتنزل موضوع مسهل كده وإلا كل الناس كانت حملت بالموبايل أبليكيشن بنعلمهم الطريقة وكيفية حدوث العلاقة وعدد مرات حدوث العلاقة في فترة التبويض بتحصل ازاي عشان ان شاء الله ان سهل ان يحصل حمل ونعود الفترة اللي فاتتنا السؤال اللي فاضل المهم هل الزوج في حالات التشنج المهبلي بيحتاج لعلاق وايه هي المشكلة اللي عنده وايه هو العلاق فوقها الامر لقينا انه اه مع تكرار التجارب والشغل اللي عملناه لقينا اه انه بعض الاحيان ساعات الزوجة بتتعالج والزوج يفضل عنده مشكلة انه هو نتيجة للتوتر اللي حصله بدأ بيفقد انتصابه كتير اثناء العلاقة خلينا نشرح الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي ونقول هنعالج الزوج ده بسرعة ازاي في تلت ايام وتخلص المشكلة بعض الازواج بيعانوا من ضعف في الانتصاب نتيجة للتوتر اللي حصل وده شيء طبيعي متوقع مش 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 عيف فيه لكن هو التوتر اللي حصل بدأ يؤثر على الانتصاب بتاعه اولا الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي لانه هو العلاج متوقف على طريقة الانتصاب الطبيعي الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي اول حاجة فيه مادة اسمها نايتريك اوكسايد النايتريك اوكسايد دي لما بتزيد جوه الجشاء الخلوي بيزيد دخول الكالسيوم قوي جوه الخلية بيحصل لها حاجة اسمها hyperpolarization بيانتج عنه مادة اسمها calcium channel blocker دي بتعمل تمدد في الاوعية الدموية وتدخل دم كتير explicARE الي احنا بنحقنه الي احنا الي ايه آلاج Accounting الي احنا بنقدمه الاعلاج اللي بنقدمه للزوج بنعمل ايه بنزود إحنا قلنا seleccioning extremely autonomous نسيسم عندنا جهاز جاي من امريكا مخصوص علشان للزود به نسيسم альной orm هو شغويته يزود عن adolescent بنعمل الجلسة دي يعمل الجلسة دي في اليوم تلتيين الجلسة بالجهاز اللي يزودن kurz فاضل Sans بال Pem المدد في القواية الدموية. ما بنحقنش العضو نفسه. بنحقن المادة دي جوه الجهاز. الجهاز ده اسمه Ionophoresis. الجهاز ده جهاز امريكي بنحقن جوه الدواء. اللي هو عباره زي ما قلنا على كالسيا متشان البلوكر ده. بنحقن جوه بنحقن المادة دي جوه الجهاز. بنحط الدواء ده عن طريق الجهاز. بندخله للعضو الزكري. وبالتالي بتزيد عنده الدورة الدموية. وبتروح مشكلة ضعف الانتصاب خالص. والموضوع بيحتاج هم تلت ايام برضو جلستين في اليوم. وخلصت المشكلة بتاعتها. وخلصت المشكلة بتاعته. في تلت ايام خلصنا كل المشاكل. ما بيبقاش وبنقيس على فكرة. بعد كده هو كمان الزوك. بنقيس قوة الدورة الدموية عنده بجهاز بيقيس قوة الدورة الدموية. وبنتأكد ان هو تمام. هو كمان بقى تمام. وبقى الانتصاب عنده كويس جدا. آآ وان شاء الله بتحصل خلاص العلاقة الزوجية. ان شاء الله بازن الله. آآ ازا بقى ان شاء الله يا رب ما ندخلش في العلاج النفسي. انا مش هتوش جرف واحد في المية من الحياة. لكن تسعة وتسعين في المية. يعني فعلا آآ بيوصلوا للعلاج وبتنجح العلاقة. آآ نتمنى حياة سعيدة لكل آآ الناس. ولكل المتزوجين. ونتمنى عليكم ربنا يديم عليكم نعمة آآ السعادة. وآآ وآآ اشوفكم في حلقات جديدة كتيرة في برنامج صحتك مع دكتورة رانيا.